اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتحرق كل امال العراقيين بان يصبحوا كدول متقدمة تنتج بلادهم نفطا اقل منه ولكن شعوب هذه الدول في رفاه ونعيم حتى يجف النفط على الرغم من ان نفط العراق لا يجف ولا ينضب فهو المخزون الاول عالميا اذا ما قورن بدول لا تستخدم نفطها على الوجه الامثل لكن محاولة سرقته وتجفيفه تغذى بوساطة الفساد والارهاب والتوتر السياسي والفتنة والطائفية التي نمت بزراعة ايدا طامعة في النهاية لم يقبض العراقيون من تلك المليارات غير الفاقة والجوع وانعدام كل الخدمات الاساسية والاهم من كل ذلك الامان المنشود